موسيقى اهلا وسهلا بالحبايب سلام عليكم الافناس كتيري لبس عليكم كتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتوما كتشاهدوا الفيديو يوم ان شاء الله كما كتشوفوا وحضرت معكم ها الطرطة بمقادر اللي هي بسيطة وكما كتعرفوا ان الفريصة والتشين والتشين موسيمي قلت عليك ما نحضر شي شي طرطة تكون فواكيه موسيمية طريقة اللي بناتساهلة كما كتشوفوا الشكل راقي وتقدروا تحضروها في المناسبات تقدروا تحضروها فاش تكونوا جين عندكم الضيوف تقدروا تحضروها في اي في اي مناسبة تقدروا تحضروها فهي قد جوارة شكلا ومداقا كما كتشوفوا البناس عندنا في مقادر بحرارة المطبخ متوسطة الحجم كيس بالنك هاد الفاني عندي 150 جرام سكر سانيه و 150 جرام دقيق ودبا كما كتشوفوا هالرسط البيض في واحد الاناء عاد بشغاتين ديروا في في العجانة بالنسبة لهاد البيضة من الاحساب تكونوا جاهزة من قبل وهكا البناس قدرت البيض في العجانة نضيفت عليها 150 جرام دي السكر سانيه ونضيفت عليها واحد الكيس بالنك هاد الفاني باش هكا نسمع الكيك دينا ودابا البناس غدي نطلع الكيك دينا على فكرة البناس هاد التورتاك خدمت نفس طريقة دي الجين واس غير الجين واس كما كتعرفوا وانها كيكون كيكون ما فيهاش الخميرة وهادي درت فيها البناس شوي نص نص كيس دي الخميرة باش هكا ما تجيش يعني قاسحة ودابا كما كتشوفوا البناس غدي نخلي البيض ديال يطلع ضروري البناس من هاد المرحلة ولا بغيتوا هاد الكيك يجيكم وعر ويجيكم زيون خاصكم تخلي وهي طلع مزيان ضعف الحجم ديالو عاد باش تقدروا تخدموا به عندما كيما كتشوفوا البنات البيض طلع ليا ولا لا تشكل هاد كيما كيباليكم صافي من بعد ما كيطلع البيض كنطفاليه العجانة صافي باش كنطفاليها الضقيق وغادي نضيف لي كيما يباليكم في الفيديو كيس ديال نص كيس ديال الخميرات الحلويات وغادي نضيف لي جوج مع معلقة ونص حتى جوج معلقة كاكا وبودرة وصافي كيما كيباليكم في الفيديو البنات ضروري تحين تغرب له من قبل انا صراحة كنت بغا نغرب له من قبل ولكن هكا حسن يعني كتخدموكو تغرب له به بنسبة الكيمياء ديال البطقيق البنات هلاني يقض لكم 150 جرام وان شاء الله في صندوق الوصف نخلي لكم هكا بالجرامات ودبا كنتشوفو اضافة ديال نص كاس دي نصف كيس من ديال الخميرات الحلويات بالنسبة للجينواز كيما كتعرفو الجينواز ما كتكون شوية الخميره واضافة اللي كنديرها للبنات في الجينواز كندر فيها واحد نفس كاس دلماء اللي بغيتو نحضر معاكم الجينواز خليوا عليه في التعليق ان شاء الله وغادي نحضر معاكم شو فيديو خاص بالجينواز كسافة البنات كيما كتشوفوك قد نحرك من الاسفل الى الاعلى نغرب شوية البنات باش ما كيهبتش لنا البايد وغادي نكمل قاع الكيمياء اللي عندي ديال الدقيق بالنسبة للدقيق اللي استعملت البنات خاص بالحلويات ولما عندكم مش خاص بالحلويات مش ممشكل غايا نغربوه مزيان وستعملوه دابا البنات كيما كتشوفوه كم قد نحرك من الاسفل الاعلى من الاسفل الاعلى حتى كتجانس لنا الخالد ديالنا وراش تشوفو الاضافة لذيال معلقة ونصف ديال كاكاو بالنسبة لاني درت بودرة ديال كاكاو ديال الاطفال داك كاكاو ولكن من الاحسن الساعة منه داك كاكاو المر داك المسوسة البنات هدك يجي به خاطئ انا ما كانش متوفر عندي يعني داك شي الساعة من صغير هدك بالنسبة للمولة البنات انا اخدمش بهذا المول ديال القليب داك درت فيها الاوراق ديال الطبخ وداب البنات غادي ندخلوا الفورن على درجة الحرارة اللي هي تكون ناقصة غادي نشاعل عليه من التحت حتى يطب لنا من التحت عاد متفاعله ونشاعل عليه من الفوق هكا من تشوفوه طاب تخشو فيه شيموس صافي اللي خرجناه شفه تعرفوه راه طيب الكيك ديالكم كتشبوه كتخلي وهي برد حتى تبدو تخدمو به والمول ماشي ضروري البنات يكون يكون هكا قلب وكتخدمو بدك شلي اللي عندكم في الدار مدوار طويل كيفما كلمون ماشي مشكلة البنات ويما كتشوفو خديت هاد لا كريمة البنات شون سياد عفو النسائلة هاد هولا للبنات واعر البنات كان نصحكم شخدمو بها الها واعر البنات كتجي بها الكيك والطرطات خاطيرة وراني مصايبة بها زعزع راني خليلكم صندوق اللي عندهم صندوق الوص هكا البنات اللي بغوا يتعرفوا الاد العاصي المشهور في مدينة طوان ان شاء الله غدين خليلكم صندوق الوص بش هكا تدخلو تاخدو فكرة عليه وتعرفو باش مصايب ودابا كما كتشوفو البنات راني من قبل راني كنت ديرها البنات في المجميد كما قلت لكم البنات راني كنت ديرها في المجميد بيتها كتلاجة ومني بغيت نخدم بها بحد نص ساعة تطلعتها المجميد يعني تها بردت مزيان وصافة كما كتشوفوها هي تطلع البنات بكل سهولة غير هي من تبغو تطلعوها البنات غدي تطلعو على هذا السرعة يعني تكون السرعة مجهدا شوية وما تكون السرعة انا دورتها في خمسة ضغية طلعت لي وما اخداش الوقت معي نهائيا مع انها تكون بردة في تلاجة تساعدكم بزاف على انها تطلع لكم ضغية سافة البنات دابا غنديرها في هذا الاناء سوف نغطيها بسلوفها وندخلها تلاجة حتى نغطي نخدم بها ونجبها تبقى بردة وتبقى شدها في رأسها حيث من الاحسن تخليوها في تلاجة باش كتبقاش الدراسة وما كتبتش من الاحسن باش ما كتبقاش في الكوزينة هكا ديكل ديال طياب ودك الشي دك البوخر كي هبطها وكتولي مياه فهمتوا كيف من الاحسن تدخلوا على تلاجة تشد راسها مزيد اصمحوا لي البنات على الغيبة طويلة ما كراش ولكن طورو فرقم كتعرفوا ولا كيرا ما جيت بيدي خويج بيجبتلكم هات الطرطة اللي غتهنيكم ملقا عمد دكشي تبقات بشي تشريو وليش حاجة قد تحضرها في ديوركم حكا بعد ما طاب لي الكيك البنات خليتوا يبرد فتحتوا على النص غدين طبيعة الحل كما كتعرفوا أنا مادرت لازيت لحليب لتشي حاجة يعني ضروري خسكم تسقيواه باش مكي جيش ناش فالبنات أنا سقيتو غرب الحليب لان عندي دكش شي حلو الكريمة حلوه الفواكي حلوه ما بغيش أنا نستعمل هاد دكش سيرو ديور سكر فضلت على أنانين دل الحليب هكا ما ما فيش سكرية وفنوص لوقت انه كيجي في الكيك زوين مويمة البنات أنا سقيت فتحت على جوت سقيتها ودبا غدين ندلي هات طبقة دي الكريمة على فكرة البنات ارام عندي شنا دكش صح اللي كيهوز الكيك ارام عندي شنا ودك اليناء اللي قدرت فيه الكيكة ديال المول هو نيتا البنات خليته غير خدمت به را كيما كتشوف انا خدمت هالكيكة بيدون الادوات ودكش اللي اخذ لكم الواقس والاعزك تعقزوا على انكم تحضروا التورتات انا خدمت لكم تلكش اللي متوفر عندكم في المطبخ ديالكم يعني سبارتو لراكوش عندو مع القاوموس ونشيرا عندو في الدار كما كتشوفوا البنات انا كم دير دكت طبقة ديال الكريمة وكالاضافة البنات لو بريتوا تزيدوا شيء اضافة تقطعوا الفواكيه ودفوها من الداخل حتى هي البنات كتجي واعرة انا خليت اغرب حلقة تمكن ذلك الطبقة الثانية ثم سوف تزيدوا الحليب والتجمس ثم تزيدوا يمكن ذلك الأمر بالحليب ثم سوف تزيدوا الجميل ونكمل الكيك كما قام بكم في الفيديو و mourنكوا يمكن ذلك كما قاوم بكم فيديو وصف؟ اخذ الكيمياء كريم نصحكم انكم تخدمون بها احتى المادقة هي مزيدة على شانسية ومادقة على البنات لا تستطيع السكر نهائيا لان هي حلوة إذا كنت تخدموا بشانسية سوف يدروا قصد الحليب بارد و تزيدوا الإضافة السكر لحسب الضوء ديالكم حيث انا عندي حلوة لديك شي ما مادرت السكر كما كتشوفو خضيت غير هذي كليك يقطعوا بها الكيك اللي كي يزو بها سوف البنات غادين قدها سمحوا لي الفيديو ديال فاشكنس نعدي القاناش تمسح لي معرفش كيفاش مهم القاناش البنات ساركت تاخدوا الشوكولات الأسود كتدوبوه وكتضيفو علي واحد جوج معالقة حيث تلاثة المعالقة ديال الكريمة هذه البنات الكريمة دهولالا سوف تضيفو عليها سوف تحركوها مزيين كتديروا في واحد الكيس بلاستيكي او لها واحد ليبرا سورنك وسوف تبقوا تديرو هذيك الأشريطة لشكل دميعات طريقة ليه سهلة ماش كيفاش البنات حتى ما ذاك اللقطع ما تشدتش ومهين فواكيه انا زينتوا على هذي شكل هذا تزين البنات كيبقى اختياري لحسب الضوء لحسب ذاكش اللي متوفر عندكم غير انا اختارت هذي الفواكيه اللي موثيمية باش هكا تكون في استطاع ديال اي واحد يقدر يحدر هالطورطة فنص الوقت ان الفواكيه سبارك الله موجودة لتشين فريسا كيوي ماشي شي حاجه بالنسبة لكيوي رغي بليكم كمية كثيرة رغير جوش كيوية البنات قطعت على شكل وريده قسمتهم على ربعة استطاع في رغزالة ديالي هدا واشاك النهائي ديال طورطة ديالنا كتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم ما تنسوش الاعجاب ديالكم الأصدقاء وما تبخلوش الي بتاع علي قديلكم الزوينة السلام عليكم وانطلقوا ان شاء الله فوصفة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة